ميليشيا الارهابية وتهديدها لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للجمهورية اليمنية الشقيقة في استعادة الشرعية وتأييدها لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساعي سيد هانس جروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التهديئة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمر رقم 2216 بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيه